أذهب إلى مبلغ معاصر وإن كان أهل وائلي لازال صوته ولازال منهجه في الواقع الشيعي يتحرك بكل قوة وعنفوان الوائلي مات جسدا لكنه بقي منهجا بقي فكرا وثقافة في الواقع الشيعي لازالت قذارات منهجه هي التي تملأ عقول الشيعة إلى هذه اللحظة ولازال السيستاني يدفع بالخطباء والمعممين باتجاه منهج الوائلي ولازالت الفضائيات الشيعية تنشر منهج ضلاله إلى هذه اللحظة رشيد الحسيني المبلغ الديني السيستاني هو أيضا من من يحارب الشهادة الثالثة وأنتم تأخذون دينكم من رشيد هذا رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبر قناة الفرات عن الشهادة الثالثة الشهادة الثالثة شهادة الثالثة الشهادة الثالثة هل تصح الشهادة الثالثة في أثناء الصلاة الأخ عبد الهادي يقول في التشهد الوسطي في التشهد الوسطي اللي هو بعد الرقعة الثانية قبل القيام للرقعة الثالثة نقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم أصلى على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته مهشك وارفع درجاته يقول فيها التشهد الوسطي التشهد أو الشهادة الثالثة يعني شنو نقول وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن علياً أمير المؤمنين إماماً بالحق مثلاً هذا أيضاً يجوز في أثناء الصلاة أو لا مشهور الفقهاء لا مشهور فقهانة يقول التشهد الثالث الشهادة الثالثة الشهادة الثالثة لا تجوز في الصلاة لا تجوز في الصلاة في الأذان نعم في الأذان من باب الإعلام ومن باب أنه صار شعار الشيعاء لا أشكال فيه شنو لا أشكال فيه هل الشهادة الثالثة من فصول الأذان لا مو من فصول الأذان ولكن ذكره والقول به لا أشكال فيه باعتبار صار شعاراً صار شعاراً أما أكو دليل شرعي على أنه هذا من فصول الأذان سماحة الأعلام جاء أتكلم فتوى شرعية مو إعلام ومو خطابات ومو تهريجات مسألة شرعية أرجع إلى علمائنا مشهور فقهانا يقول أن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الوسطي طبعاً في الأذان والإقامة ليست من فصول الصلاة من فصول الأذان وإنما يجوز ذكره من باب ماذا؟ من باب الشعائرية أما في أثناء في أثناء الصلاة تشهد الوسطي أو تشهد الأخير سماحة الأعلام لا يجيز ذلك ويعتبرونه كلام زي سؤال عارض وسريع لا أريد أن أقف عنده هل هناك من آية أو رواية تقول من أن ما يقال له شعار يجوز إدخاله في الأذان أو الإقامة في أية آية في أية آية تحدثت عن مثل هذا في أية رواية كان الكلام هكذا أحاديث أهل البيت الواضحة يضاعفونها أنا لا أتحدث عن رشيد هذا فرشيد جاهل سفيه هذا هو ينقل عن مراجعه العظام ينقل عن أولائك السفلة أولائك السفلة أتحدث عن سفلة الشيعة هذا مصطلح من مصطلحات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يذكرونه عن طبقة من طبقات الشيعة وهم الذين لا يحسنون فهم عقائدهم الذين لا يحسنون فهم عقائدهم ويذهبون في الاتجاهات الخاطئة مع حسن نية عندهم مع حبهم لأهل البيت وبراءتهم من أعداء أهل البيت فهؤلاء هم السفلة سفلة الشيعة على أي حال هل هناك من آية أو رواية تقول إذا كان عندنا شعار يجوز لنا أن ندخله في الأذان أو في الإقامة تتركون أحاديث أهل البيت وتبتدعون هذه البدع سود الله تعالى وجوهكم هذا مصداق آخر من مصادق هؤلاء الطوسيين السفهاء الجهال السخفاء لا أريد أن أناقش أخطاءه اللغوية والنحوية حتى في قراءة التشهد هو قد قرأ التشهد بصيغة خاطئة من الجهة اللغوية والنحوية وحينما تحدث فإن حديثه مشحون بالأخطاء النحوية لا أريد أن أشير إلى هذا هذا أمر قد يكون جانبية لكنني أقول لكم أقول لكم إذا ما أثبتت لكم أن هذا ازمال في هذه الحلقة ازمال ازمال رسمي إذا ما أثبتت لكم أن هذا ازمال رسمي أنا ما عندي معاه مشكلة شخصية ولم ألتقي به لا أعرفه شخصيا لكنني أعرفه أنه مبلغ عن الفكر الطوسي السيستاني القذر هذا الذي أعرفه عنه وأعرفه أنه ينشر عقائد الضلال وأعرفه أنه جاهل غبي حمار ما سمعته مرة أنا لا أتابعه دائما ولكن في بعض الأحيان وأنا أتقلب بين القنوات أشاهده فأستمع إلى شيء من حديثه أو حينما أدخل إلى الإنترنت أشاهده أيضا قد أستمع إلى بعض من كلامه ما استمعت إليه مرة وهو يتحدث بطريقة صحيحة لا على مستوى اللغة والبيان ولا على مستوى المعلومات جهالة في جهالة في جهالة وقلت لكم إذا ما أثبتت لكم بهذه الحلقة أن هذا رشيد إزمال وإزمال رسمي إزمال أس ثلاثة مكعب إذا ما أثبتت لكم هذا في هذه الحلقة أحلفكم بالزهراء أبصق في وجهي على الشاشة ولا تعودوا أن تشاهدوا قناة القمر أحلفكم بالزهراء بس كونوا صادقين كونوا صادقين وكونوا منصفين إذا ما ثبت عدكم أن رشيد هذا مبلغ السيستاني إزمال وإزمال رسمي وأس ثلاثة أحلفكم بالزهراء وأكرر الكلام مرة أخرى عليكم أبصق في وجهي على الشاشة ولا تعودوا إلى متابعة برامج قناة القمر نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم قبل قليل سأثبت لكم أن هذا المبلغ الذي يبلغكم الدين إزمال أس ثلاثة وهذا الكلام لا ينطبق عليه فقط ينطبق على الباقين أيضا فهذا أفضل ما عند السيستاني يقدمه لكم لكن لكن عليكم أن تصبروا علي إلى آخر الحلقة مرة علينا في الحلقات المتقدمة من أن الذين يحاربون الشهادة الثالثة ينتقصون من أمير المؤمنين وقد عردت ما عردت عليكم على سبيل المثال حينما نقلت لكم فتوى محمد باقر الصدر بخصوص طمس الشهادة الثالثة عردت عليكم أيضا وبصوته كيف يفتر على أمير المؤمنين ويتحدث عن أنه كان جنديا يقاتل تحت راية ولواء أبي بكر بن أبي قحافة وهذا الأمر تكرر مع الباقي الأمر هو هو مع رشيد هذا سأنقل لكم مقطعا ينتقس فيه من أمير المؤمنين لكنني لن أعده إشكالا عليه لأنه اعتذر منه إنما أعرضه مقدمة فإشكالي ليس بخصوص هذا المقطع رجاء اعرضوا على المشاهدين المقطع الذي ينتقس فيه رشيد من أمير المؤمنين نحن في حرب نحن في جبهة داخلية كل واحد من عندنا حتى أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني شيطان يعني شنو نفس أماره بالسوء ولكن روضته روضته سويت له أدبته هذا الشيطان بعد ما يجي عليها أدبته خليته بعد ما يجي وصور به شيطان شيطان يعتريني يعني نفس أماره بالسوء قلت لكم أنا لا أريد أن أشكل على هذا المقطع وإنما ألفت أنظاركم إلى المفردات التي استعملها رشيد في هذا المقطع لأنني سأحتاجها بخصوص المقطع الثاني الذي سأشكل عليه رجاء أعيد بث المقطع وأتمنى على المشاهدين أن يلتفت إلى المفردات التي يتحدث عنها خصوصا مفردات النفس الأمار نحن في حرب نحن في جبهة داخلية كل واحد من عندنا حتى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حتى علي بن أبي طالب يقول أن لي شيطان يعتريني شيطان يعني شنو نفس أماره بالسوء ولكن روثته 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 سويت له أدبته هذا الشيطان بعد ما يجي عليها أدبته خليته بعد ما يجي وصور به لا أريد أن أناقش كلامه الذي تحدث به أمير المؤمنين لم يقل هذا الكلام الرجل قال من أنني اشتبهت وكلنا نشتبه وقد أكون أنا الذي يحدثكم وأنتقده هنا قد أكون أكثر اشتباها منه في المقام الفلاني أو في البحث الفلاني نحن معرضون للاشتباه جميعا أنا وأنتم وهو كلنا معرضون حكمنا واحد نحن بشر لذا لا أشكل عليه ولن أتحدث عن هذا المقطع إنما سأحدثكم عن المقطع الثاني المقطع الثاني هو مقطع اعتذاره من هذا المقطع ما تحدث فيه في مقطع الاعتذار هو أقبح بكثير من هذا الذي تحدث به في مقطع الانتقاص إذن إذن عندنا مقطعان مقطع الانتقاص من أمير المؤمنين أنا لا أتحدث عنه لأنه اعتذر منه وانتهينا من الموضوع لكن لكن الحديث في مقطع الاعتذار أولا هو قد هيأ نفسه ورتب أمره واتفق مع السائل الذي يسأله ومع المحاور الذي يحاوره أعني أحمد العلياوي ولا بأس بذلك نحن كلنا نفعل هذا إذا أردنا أن نوصل رسالة أنا لا أشكل على هذا أبدا لكنني أقول من أنه قد قام بكل هذا يعني هو في وعيه التام ما هو بسبق لسان مثل ما اعتذر عن المقطع المتقدم ولا أشكل عليه إنما أشكل على المقطع الآتي الذي يعتذر فيه عن مقطع الانتقاص لقد انتقص من أمير المؤمنين أيضا وبنحو أقبح بنحو أقبح لأنه انتقص من نبي من الأنبياء أيضا ولأنه يتصور أنه على حق على الأقل بالنسبة للمقطع الأول عرف أنه على باطل واعتذر منه بحسب ظاهر حاله لكنه في المقطع الثاني في مقطع الاعتذار والذي تهيأ له وأعد له وحضر الأمور وبعد ذلك بثه على قناته الرسمية ثم نشره وكأنه قد فتح الفتوح بينما هو جاء بما هو أقبح من الذي اعتذر منه هذا زمال لهم مزمال شو تقولون والحكاية لا تقف عند هذه النقطة هو سيحدثكم وسأنشر المقطع بكامله رغم أنه طويل بعض الشيء مقطع الاعتذار بإمكاني أن أقتطع منه موطن الحاجة لكنني سأعرضه كاملا يستمر إلى مدة عشر دقائق يعتذر في الحج كل خرط من أول إلى آخر سألفت أنظاركم إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى تحدث عن النبي يوسف وقال من أنه جاء في القرآن الكريم على لسان يوسف النبي وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وتذكروا من أنه في مقطع الانتقاص حينما تحدث عن الشيطان الذي يعتري أمير المؤمنين كما قال أمير المؤمنين افتراء عليه شرح معنى ذلك بالنفس الأمارة بالسوء وتحدث أيضا مشيرا إلى كلام أمير المؤمنين إنما هي نفسي أرودها بالتقوى أما ما ذكره في مقطع الانتقاص من أن أمير المؤمنين يروض شيطانه هذا لم يرد عن أمير المؤمنين ما قاله في الاعتذار ورد عن أمير المؤمنين إنما هي نفسي أرودها بالتقوى هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة يقول أنا لا يزايدني أحد في ولاية أمير المؤمنين أقول له أنا أزايدك لأنك هغبي لأنك زمال لا تعرف شيئا من ولاية أمير المؤمنين أنا أزايدك وسأثبت من أنك زمال أس ثلاثة رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي اعتذر فيه رشيد هذا اتصال من الأخ أبو محمد من النجف تفضل عزيزي سلام عليكم دكتور عليكم السلام رحمة الله أهلا وسهلا عندي سؤال يام سمحت السيد رشيد الحسين تفضلوا سلام عليكم سيدنا وعليكم السلام رحمة الله سيدنا قبل يومين أو ثلاثة ايام أو أربعة ايام انتشر مقطع فيديو أنه أنتم ذكرتم شيء عن أمير المؤمن عليه السلام وأثار كلام وأثار لغة وكذا فياري سيدنا تبينونا الواقع أو الحقيقة الله يحفظكم إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله سيدنا الأخ أبو محمد من النجف يقول أن هناك حديث لك أثيرة حول ضوضاء في الواقع دكتورنا الكريم مشكلة الإنسان مشكلة الإنسان العادي أنه ليس معصوما خصوصا إذا كان في موقع كلام وبث مباشر أو حضور فقد يغفل عن طرح أمر أو نسبة شيء مثلا يقول عن رسول الله وليس عن رسول الله عن مثلا جعفر الطيار أو عن شخصية أخرى هذا السبق اللسان في كثير من الأحيان يقع وهو أمر طبيعي يعني الإنسان على حال مبتلى بالغفلة مبتلى بالنسيان مبتلى بال على حال التسرع وهذا في الواقع إذا أردنا أن نحاكم الناس على كل ما يقولون بهذا بالحذافير فلا يسلم أحد فلا يسلم أحد وقلت لأحدهم لو نحن نريد أن ننبش عن كل أحد ماذا يقول وماذا كذا لما سلم حتى أفقه الفقهاء في تاريخ المسلمين سيد الخوئي الله يرحمه لو نريد ننبش هناك قضايا ومشاكل لأنه بشر والبشر بحسب طبيعته يشتهد ويتعب ويحقق ولكن على حال يخطأ زلات موجودة يعني طبيعة وهي قضايا على حال موجودة والعصمة لأهلها نعم وأنا في الواقع كنت هذا طبعا الكلام قبل سبع سنوات يعني ليس شيئا جديدا ولكن عملية التنبيش هذه الأيام كثيرة محبوك كثر سيد ينبشون وكذا فيريدوا أن يضربوا شخصا فلابد أن يقولوا شيئا يثيروا الدفاء ويثيروا الأشخاص في الواقع كان كلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرؤ نفسي إن النفس ذا أمارة بالسوء إلا مرحي مربي إبراهيم الخليل فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هناك من الآيات والروايات تدل على أن على أن إبليس تجسد أمامه بثلاث مرات ويمنعه من ذبح ولده وهو كان يرميه بمن بحصيات التي هذه الجمرات الثلاثة التي صارت من شعائر حال إسلام وغيرها من المسائل وعندنا روايات معتبرة في الكافي وغير الكافي تشير إلى أنه الشيطان يوسوس لأولياء الله يوسوس ولكن أولياء الله المخلصين أولياء الله المتقين أولياء الله المعصومين لا يؤثر وسوسة الشيطان فيهم وأنا في الواقع خطأي وين خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر فخطأا وسبق لسان ولكن كلامي الآخر وهو وما بلي إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير أونين ماذا قد اعتراه الشيطان إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر مسيطر على نفسي فإذا مسيطر على نفسي يعني ماكو شيطان يعتريني فإذا هناك خطأ خطأ مني وأنا أعتذر إلى أمير رموني صلى الله عليه وأنت لان توضحه بأحسن فأين المشكلة المشكلة أن المتربصين نعم والذين في الواقع يريدون أن يضربوا تشوفوا بياناتهم بعضهم ضرب للمرجعية ضرب للعمامة ضرب للنجف يا نواصب يا كذا في حين أيها الأحبة إذا كنت أنا مشتبه فأنا مشتبه فلماذا تضربون المرجعية الدينية لماذا تضربون العمامة الشيعية فيظهر هناك أجندات وهناك أشخاص يدفعون بهذا الاتجاه ونحن بشكل عام نقول أيها الأحبة أيها الأحبة آلاف آلاف البرامج والمحاضرات دعم أقول آلاف وأنا عندي إحصائيات دكتور خلال هذه الخمسة عشر سنة آلاف اللقاءات ولكن هذه الآلاف المؤلفة من اللقاءات والمحاضرات والبرامج لا يمكن الإنسان أن لا يسهو ولا يخطأ وسبحان من لا يخطأ فنحن من كلامنا الذي فيه الكثير من معارف أهل البيت ولا يزاودني أحد ولا يزاودني أحد على ولاية الأمير المونية صلى الله عليه وسلم وأنا أعتبر أن ولاية أمير المونية صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وأي خلل في عقيدتنا بشأن أمير المؤمنين هو خلل في إيماننا بالإسلام والرسول الله هذا لا يزاودني عليها ولكن لما يذهب الذباب الألكتروني والبشر إن صحت تعبيره إلى أن يذهب وينبش هذه في الواقع أقلموا أعلموا ليس فيه هناك ليس هناك لا تقوى ولا أغراض سليمة علي يقول واحد هذا اللي جايبث وينشر هذا يريد يصطح الدين لا هذا يريد يحطم يحطم المرجعية يحطم الحوزة لأن هم في بياناتهم يربطون هذه الأمور أيها الأحبة نحن لا بد أن ننبه الناس من أن هناك حملة شعوى ولو إنسان خطاء والخير الخرطائين توابين هذا واضح أما أن نصر على أن هذا ناصبي هذا كافر هذا هذا ليس من شأن المتدين ونحن مؤمورون على أن نحمل فعل أخانا المسلم على سبعين محمل أنت إذا متدين يا من تروج رسالتي إليك يا من تروج إذا أنت متدين فحمل أخاك على سبعين محمل أنت محمل واحد ما حملته وتعتبر هذا ناصبي وتعتبر هذا زنديق ولا بد أن كذا على حال الله هو العاصم والهادي سيدنا حقيقة نحن وصلنا إلى فاصل أنا كان في ذهني أن أسأل سؤال بما تفضلت به قبل قليل من إجابة وافية وكافية لمن حقيقة لمن يريد جوابا وليس عنادا لمن يسأل مستفهما وليس معاندا أن نحن في مجال البحث العلمي وفي مجال الخطابة في مجال إلقاء محاضرة أمام جموع أمام ناس أمام طلاب يعني نسهو نخطئ ما المطلوب أكثر مني إذا أنا اليوم إذا نبهني شخص وقلت والله كان هذا من عندي سهوة خطأ وجزاكم الله خير فماذا يبقى علي ماذا يترتب علي أحسنتم أكو مشكلة دكتور بعض الأحيان إنسان من يخطأ نعم ويقول شيء منحرف ويصر على انحرافه يصر على كلامه هذا إحنا نعتبر هذا معاند ولا يجب نتعامل معه تعامل خاص نعم أما إذا نبهت شخص تنبشت ونبهت يا أبا ترى هذه نسبتك مو صحيحة جزاكم الله خير نبهتوني وأنا أعتذرني أميرونيين يا أميرونيين أنا ترى سبق اللسان صار وأنا هذا في الواقع ماذا تريد أكثر من ذلك حتى أنه تتهم الإنسان في أرضه في دينه في إسلامه ناصبي وهذا كذا هذا في الواقع يظهر من هذا من هذا الإلحاح يظهر أنه لا يريد تنبيه الإنسان إلى خطأه وإنما يريد تكسير الإنسان ونحن في الواقع نقول إذا كان علينا أولا نشكر الأخ الذي نبهنا على الخطأ ونقول أيها الناس ترهي مقولة لأبي بكر وليس العليا وثانيا أميرونيين صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار كلهم معصومون ولكن لا إشكال ولا ريب هم ماذا أيضا الشيطان لا يدعي أولياءها وإنما على أي حال ولكن هم بقوتهم يروضون أنفسهم على التقوى يروضونها على العمل الصالح ونحن نشكر الذي دبهنا ولكن لا يعني أنه تحكمون على الشخص بأنه معاند وعلى أي حال ناصبي نعم أولا في مقطع الانتقاص لم يذكر رشيد من أن أمير المؤمنين قد قال إنما هي نفسي أرودها بالتقوى في مقطع الانتقاص هذا الكلام ليس موجودا الموجود هكذا إن لي شيطان يعتريني شيطان يعني شنو نفس أماره بالسوء ولكن روضته عملية ترويض للشيطان فلم يذكر في ذلك المقطع ما نقله في الاعتذار عن أنه قد قال من أن أمير المؤمنين يقول إنما هي نفسي أرودها بالتقوى هذه الكلمة منقولة عن أمير المؤمنين ولكنه لم يقلها في مقطع الانتقاص في مقطع الانتقاص قال ولكن روضته روضت الشيطان وفارق كبير بين ترويض الشيطان وبين ترويض الأمير لنفسه الرجل ليس دقيقا الرجل ليس صادقا حتى مع نفسه بغض النظر عن هذا حينما قال من أن يوسف النبي هكذا حدثنا القرآن عنه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذا الكلام ما هو بكلام للنبي يوسف لا في سياق المصحاف ولا في تفسير العترة الطاهرة هذا كلام زليخ ونسبته إلى نبي معصوم انتقاص منه هذا خلاف ثقافة العترة الطاهرة الرجل ليس عامدا في هذا إنه طوسي سخيف جاهل نسبة هذا الكلام إلى النبي يوسف أخذها من الطوسي من الطوسي المشؤوم هذا تفسير الخريان تفسير التبيان للطوسي الجزء السادس وهذه طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري إذا ما ذهبنا إلى صفحة 155 عند الآية وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ماذا يقول الطوسي هذا إخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله لست أبرع نفسي من السوء والتبرئة إزالة الشيء عما كان لازما له لأن النفس أمارة بالسوء أي تنازع إلى السوء فلست أبرع نفسي من ذلك وإن كنت لا أطاوعها فيما نازعت إليه الكلام طويل الخلاصة بحسب الطوسي فإن حالاً آخر انتهى الكلام صفحة 155 الجزء السادس من تفسير التبيان للطوسي الطوسي من أين جاء بهذا الكلام لقد أخذه من الطبري هو لم يصرح لقد سرق تفسير الطبري من دون تصريح هذا تفسير الطبري الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة الطبري متوفى سنة 310 للهجرة هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الثالث عشر والرابع عشر طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة بسنده بسند الطبري عن أبي صالح في قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال هذا قول يوسف هذا ما هو بقول يوسف بحسب الطبري هذا قول يوسف قال فقال له جبرئيل ولا حين حللت سراويلك بحسب سقيفة بني ساعدة فإن يوسف قد هم بزليخ وحل سراويله فقال له جبرئيل ولا حين حللت سراويلك قال فقال يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذه حكاية القضية في أصلها عند نواصب سقيفة بني ساعد الطوسي سرق تفسير الطبري من دون أن يشير إليه ليس في هذا الموطن في كل كتابه تفسير الخريان التبيان للطوسي هو تفسير الطبري بشكل واضح وبشكل واضح جدا فالطوسي نقل من الطبري وحوزة النجف حوزة على المذهب الطوسي القذر من هنا تعلم رشيد هذا وجاء كي يعتذر بأحسن ما عنده هذا هو أحسن ما عنده لأنه في مقام الاعتذار لغة جسده طريقته في الكلام اختياره للجمل كل هذا يشير إلى أنه قد أتعب نفسه في هذا الأمر وكذلك الذي يحاوره أحمد العلياوي هذه قضية مرتبة ولكن الترتيب خائب ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من تفسير القمي طبعة الأعلم بيروت لبنان تفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية صفحة 323 رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثم قالت من التي قالت زليخة ثم قالت وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمر بالسوء فقال الملك بعد أن أقرت زليخة عند الملك فقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فحينما كانت تتحدث زليخة يوسف كان في الحبس لأن الملك المصرية أرسل على زليخة وعلى النساء التي كنا مع زليخة فتحقق من أمر يوسف ومن الواقعة التي نسبت إليه وسجن بسببها أودع في الحبس فماذا قالت زليخة ثم قالت وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمر بالسوء فقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي إلى آخر ما جاء في الرواية الرواية طويلة سياق الآيات واضح أيضا سياق الآيات إذا ما ذهبنا إلى سورة يوسف فإن سياق الآيات واضح في أن الكلام لزليخة وليست ليوسف في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها قالت امرأة العزيز وهي زليخة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين هذا الكلام كانت تقوله في محضر الملك ويوسف في الحبس ليس موجودا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي السياق واضح هذا كلام زليخ هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرون فيه قلوبهم مقفلة على الضلال الطوسي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنها أقفال الضلال الطوسي عودوا أنتم عودوا بأنفسكم إلى سورة يوسف وقرأوا الآيات من الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وما بعدها ستجدون أن الكلام كلام زليخة مع الملك ويوسف لم يكن موجودا في كل هذا الحديث كان في الحبس قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه بعد أن جاء يوسف من الحبس فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين الآيات واضحة سياق الآيات بيّن جدا هذا الكلام دار فيما بين زليخة والملك ويوسف كان في الحبس وحديث إمامنا الصادق واضح وواضح جدا إذن أين كان هذا المبلغ الديني الذي هيأ نفسه ورتب وضعه للاعتذار عن هذه الحقائق هؤلاء عقولهم مشحونة بالخراء بالخراء الحوزوي الطوسي عرفتم الآن لماذا أقول هناك دين العترة الطاهرة وهناك المذهب الطوسي النجس القذر هذا ينقض بيعة الغدير وهو يقول أنه ماك واحد يزاودني على ولاية أمير المؤمنين هو أنت اشتعرف من ولاية أمير المؤمنين أنت مجرد إزمال من إزمال حوزة الطوسي وحوزة السيستاني لستعرف أنت من ولاية أمير المؤمنين أنت لو كنت تعرف ولاية أمير المؤمنين كنت تعرف مضمون بيعة الغدير وأن ميثاق بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي حتى إذا أردنا أن لا نأخذ التفسير من علي وآل علي فإن السياق اللغوي السياق الأدبي في آيات القرآن بشكل واضح الكلام كلام زليخة وهذا المضمون لا ينسب للأنبياء نفوس الأنبياء ليست أمارة بالسوء إذن ما هو الفارق بيننا وبين الأنبياء إذا كانت نفوس الأنبياء أمارة بالسوء أمارة صيغة مبالغة تكثر الأمر بالسوء هذه نفسي ونفسك يا رشيد هذه نفوسنا هي النفوس الأمارة التي تكثر الأمر بالسوء أما نفوس الأنبياء فليست كذلك فلا أنت الذي تعرف منزلة الأنبياء ولا أنت الذي تعرف بيعة الغدير ولا أنت الذي تقرأ القرآن وتتدبر فيه ولا أنت الذي تعرف تفسير العترة لقرآنها ولا أنت ولا أنت زمال أنت زمال زمال أنت وجايد تعتذر لغة الجسد وحال من الوقار يتظاهر بها والاتزان أنت جاي الضرط أنت جاي الضرط يا رشيد هذا هو الذي تقدمه لكم المرجعية السيستانية إنها المرجعية الرشيدة مو هي المرجعية مرجعية الرشيدة شيء سوي لكم سوي لكم هالشكل يجيب لكم وين ما ك واحد هتلي تخليه رئيس وزراء وين ما ك واحد صقاط تحط وكيل ومعتمد المرجعية وتلقى فرختي أجيب لكم وين ما ك واحد غبي وأثول وزمال تخليه مبلغ ديني يعلمكم الدين نذهب إلى فاصل ما جاء من كلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى هذا الكلام نسبه رشيد هذا إلى أمير المؤمنين بلسان الحقيقة الكاملة وكأن أمير المؤمنين هو هذا حاله هذا هو منطق المذهب الطوسي وهو يعتذر بطريقة هي أقبح من الذي تحدث به منتقصا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت قبل مدة من الزمان فحينما يورد كلمة أمير المؤمنين وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى وكأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعاني من نقص وهذا النقص يحتاج إلى رياضة ويبدو أن النقص ليس نقصا جزئيا إنه نقص كبير لذا يحتاج إلى رياضة لأن الرياضة تقتضي التدريج شيئا فشيئا فهذا النقص متى كان عند أمير المؤمنين في بداية حياته أيام رسول الله بعد رسول الله هذه الكلمة أتعلمون متى قالها أمير المؤمنين هذه الكلمة قالها في آخر أيام حياته في آخر سنواته هذه الكلمة كتبها في كتاب حينما كان في الكوفة ووجه بالكتاب إلى واليه على البصرة عثمان ابن حنيف هذا الكتاب المشهور الذي أوله أما بعد يبن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدوبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان الكتاب المشهور أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات صفحة 311 الكتاب الخامس والأربع هذه الكلمة في كتاب من أمير المؤمنين إلى عثمان ابن حنيف والي الأمير على البصرة علينا أن ندقق في هذا الكتاب الإمام يتحدث عن نفسه بما هو هو أم أن الكلام لأجل لأجل تقريب الصورة والفكرة لابن حنيف هذا ولي ولكم ماذا يقول أمير المؤمنين في الكتاب نفسه ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به قطعا يقتدي في الجهة الممكنة فنحن لا نقتدي بأمير المؤمنين في الجهة غير الممكنة الجهة غير الممكنة علي بما هو علي فحينما نتحدث عن علي فإننا نتحدث عن علي بما هو علي أما جهة الاقتداء فتلك الجهة التي يبينها لنا إمامنا من حيث نستطيع أن نقتدي به وهذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين في هذا الكتاب هو لا يتحدث عن علي بما هو علي مثل ما يريد هذا الحمار الأثول هذا الطوسي السستاني الغبي رشيد كي يرسم صورة عن أمير المؤمنين في اعتذار هو أقبح من قباحته الأولى التي اعتذر منها ميقولون عذر أنقس من فعله وهذا هذا الذي عذر أنقس من فعله أمير أعود إلى كتاب أمير المؤمنين ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك أمير المؤمنين يقول لنا إنكم لا تقدرون على الجهة التي هي بإمكاننا أن نقتدي بها يقول إنها صعبة عليكم لا تستطيعون أن تستمروا عليها يمكننا أن نقتدي بأمير المؤمنين بهذا الحال الذي يتحدث عن ليوم ليومين لشهر لشهرين ولكن للعمر كله لا نستطيع ذلك مع أنها ممكنة نظريا لكن ضعفنا وهواننا هو الذي يحول فيما بيننا وبين ذلك ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيع بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه قطعا يتحدث مع المسؤولين هذا الحديث ليس موجها لعامة الشيعة عامة الشيعة لا يخاطبهم أمير المؤمنين بهذا الخطاب حتى إذا أراد أن يدعوهم إلى الزهد فإن زهد عامة الشيعة لا يكون بهذا المستوى هذا المستوى يخاطب به عثمان بن حنيف وأمثاله هؤلاء الذين كانوا في أعلى المناصب وفي أعلى المسؤوليات والكتاب من بدايته واضح أما بعد يبن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى معدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو عائلهم فقيرهم وغنيهم مدعو الكلام في هذه الجهات وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقضبه من هذا المقضم ما تأكله لكن الإمام استعمل هذه التعابير التي هي تستعمل مع الحيوانات الحيوانات هي التي تقضم الطعام يمكن أن يكون التعبير للإنسان ولكن في مقام الذنب وليس في مقام المتح فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفض فارمه من فمك وما أيقنت بطيب وجوهه فنلمنه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستطيع بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد واجتهاد أيبذلوا تماما جهدكم في طاعة ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فكلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه ليس عن علي بما هو علي وإنما عن الجهة التي يريد الإمام من المسؤولين في دولته وحكومته أن يقتدوا بها ومع ذلك أعطاهم عذرا قال لهم ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن ابذلوا قصارى جهدكم الذي تستطيعونه فالكلام إذن لا علاقة له لعلي بما هو علي هذا الأثول يتحدث عن علي بما هو علي علي بما هو علي الله يتحدث عنه في الكتاب الكريم في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآنًا عَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ 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 فِي أُمْ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ هذا هو أمير المؤمنين والذي نخاطبه في الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة السادسة السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمْ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ نخاطب أمير المؤمنين الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمْ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ في الزيارة السابعة المطلقة أيضاً نخاطب أمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ونخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف فنقول يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هذا هو همير المؤمنين هذا علي بما هو علي فإذا أراد متحدث مننا أن يتحدث عن علي لا بد أن يتحدث عن علي بما هو علي لا أن نتحدث بما يرتبط بشأننا نحن فكلام أمير المؤمنين هنا لا يرتبط بذاته إنه يتحدث في أمور عرضية في شؤونه العرضية التي هي لأجلنا وهذا هو الذي يقوله أئمتنا صلوات الله عليهم إننا لا نعد الرجل منكم من الشيعة فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول وهذا ما لا تعرفه الحوزة الطوسية القذرة وهذا الأثول واحد من تلاميذها هذا الأثول أتحدث عن رشيد واحد من تلاميذها هو لا يفقه هذه المضامين ولا يعرفها أصلا مرجعه الذي يخرجه للناس هو لا يفقه شيئا منها فكيف يفقه هو شيئا من ذلك إذا أردنا أن نكمل الجملة لقد اقتطع الجملة هذا الأثول الأمير هكذا قال وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى الجملة ناقصة لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر أمير المؤمنين يأتي خائفا هو قسيم الجنة والنار وتثبت على جوانب المزلق المزلق هو صراط نحن لا نجوز على الصراط إلا بسك من عليا فهل أن عليا يكون حاله هذا الحال قلتها لكم قبل قليل هؤلاء لا يفقهون شيئا هذا عذر أنقص من فعله إزمال لهم وإزمال شو تقولون حكموا وجدانكم تأخذون دينكم من الزمائل من الزمائل تأخذون دينكم تسمعون الحقائق هنا وترحون السئلون هذا الحش صحيح من طيح الله عظكم الذي يعرض لكم في قناة القمر حقائق دين العترة وذول الزمائل يجيبون لكم قذارات النواصب نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي أنتم تردون تبقون على المذهب الطوسي لو تتحولون إلى دين العترة الطاهرة اشتردون أنتم ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة السابعة والأربعين بعد المئة في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة وعلموا وعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا حتى تعرفوا الذي تركه وعلموا أنكم لن تعرفوا دين العترة الطاهرة ما لم تعرفوا الذين تركوه ومن هنا حدثتكم عن الوائل في يوم أمس لأنكم تأخذون دينكم من الوائل وأحدثكم اليوم عن رشيد هذا الأثول لأنكم تأخذون دينكم عن هؤلاء الثولان تريدون البقاء على المذهب الطوسي هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم تريدون الانتقال إلى دين العترة الطاهرة عليكم أن تعرفوا هؤلاء الثولان واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه حتى تعرفوا أن الوائل نقض الميثاق ونقض القرآن حينما يفسر لكم القرآن وفقا لمنهج الفخر الرازي وكذلك لا بد أن تعرفوا من أن هذا الأثول رشيد نقض الميثاق وهو يعتمد على قذارات الطوسي الذي هو أصل النقض في المواثيق فهو الذي جاء بقذارات النواصب وهو الذي علم هؤلاء علم مراجع رشيد الذين علموا رشيد هو الذي علمهم نقض بيعة الغدير عبر مذهبه النجس عبر المذهب الطوسي القذر وقد حدثتكم عن معالمه وأول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير عودوا إلى الحلقات السابقة ودققوا النظار فيها واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذ لا بد أن تعرف هؤلاء وإلا لن تستطيع الوصول إلى دين العترة الطاهرة وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق يعني أن أمير المؤمنين يأتي خائفا في يوم الخوف الأكبر ولذا هو يروض نفسه كي تأتي آمنة وكي يثبت على جوانب المزلق علي هو صراط المستقيم هذا الكلام جاء في بيان ما يجب علي وعليكم أن نقوم به إلا أن الإمام عرضه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وإذا رأى شخص أن الإمام ينتقص من نفسه هنا ما هو الإمام يقدم نفسه للسيوف الحسين قدم نفسه لحوافر الخيول لهدايتنا لتطبيق برنامج الله لكن هذا لا يعني أننا حينما نتحدث عنهم ونتحدث عن مقاماتهم نتحدث بهذا الكلام وننسبه إليهم القرآن حين يخاطب النبي في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ذنب لمحمد صلى الله عليه وآله الله هو الذي يخاطبه فهل ننسب هذا الكلام لرسول الله ونقول من أن رسول الله عنده ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة هل يرضى الله بذلك هل يرضى محمد وآل محمد هؤلاء حمير هؤلاء عمير أمير المؤمنين حينما يتحدث عن رياضة نفسه كي تأتي آمنة يوم الخوف الأكبر هذه دروس لي ولكم وإلا هل يصح منا أن نقول من أن رسول الله كانت عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة ومن أن الله غفرها هذا الكلام صحيح ما هو القرآن هكذا يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لابد أن نفهم الكلام وفقا لقواعد المعاريض ولن تكون مفسرين ولن تكون فقهاء ولن تكون علماء ولن تكون فهماء حتى تعرف معارض كلامه الصادق يقول إني لأتكلم بالكلمة على سبعين وجهان ولي من جميعها المخرج هؤلاء لا يفقهون شيئا من من منطق العترة الطاهرة ويتحدثون على أنهم العارفون على أنهم العالمون إزمايل ذول لومو إزمايل لست أنا الذي أقول القرآن هو الذي يقول في سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يرددونها على ألسنتهم لكنهم لا يفقهون معناها يحرفون معناها كمثل الحمار يحمل أسفار أسألكم بالحسين هذه الآية تنطبق على الوائل تنطبق على رشيد الحسين أو لا ماذا تقولون أنتم حديثنا الآن عن رشيد الحسين هذه الآية تنطبق عليه أو لا عندي عندي كلام كثير يبدو أن الموضوع لن يكتمل في هذه الحلقة لكنني سأستمر في حديثي هذه الآية تنطبق على رشيد أو لا ماذا تقولون أنتم تريدون مثالا آخر أعطيكم مثالا آخر المثال المتقدم يكفي ويكفي لقد اعتذر بما هو أقبح من الذي اعتذر عنه لقد نقض بيعث الغدير وفسر القرآن بخلاف منهج العترة الطاهرة لقد نسب القبائح إلى أمير المؤمنين هذا لا يفقه شيئا هذا لا يفهم شيئا هذا حمار رسمي لكنكم تريدون مثالا آخر نذهب إلى فاصل سائل يسأله يريد أن يعرف عقيدته يريد أن يتعلم دينه من رشيد العملاق هذا يسأله عن إمام زمانه عن شأن من شؤون إمام زمانه الشيعي لا بد أن يكون عارفا بإمام زمانه وجزء من معرفة إمام زماننا أن نعرف شؤونه ونحن لا نستطيع أن نعرف شؤونه إلا أن نعود إلى حديث العترة الطاهرة أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي أشرت إلي الأخ حامد تفضل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام مولانا بارك الله بكم بارك الله بكم سيدنا عندي سؤال سيدنا تفضلوا السؤال الثاني بالخصوص الإمام لعدنا معلوم أنه ما يدفنا إلا إمام الزين الإمام المهد عز والله فرجع الشريف إذا ظهر يهل راحبي الإمام لا يدفن إلا إمام صح hearing الزين المهد عز والله فرجع الشريف إذا ظهر يهل إلا إمام لنه مات مات أو استشهد يهل راحبي آه أحسنتم جزاكم الله خير بارك الله بكم يقول مسألة الإمامة يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام فالإمام الحج منه اللي راح يدفنه واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى لوحد يقول بضرس قاضع أنه سيدفنه كذا أولا الإمام هو خاتم الأئمة الإمام خاتم الأئمة وتنتهي الإمامة الاثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده من بعده مو من قبله أكو كلام أنهم مهديين قبل الإمام لا المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة لذلك الإمام ليس من بعده إمام لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة ونعم من يتفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الكلام لا حقيقة له أساسا وأصلا هكذا يعلمونكم دينكم يخرجون لكم من جهلهم هذا الجواب اخترعه وهو جالس أمام الكاميرا لأنه لا علاقة له بمعرفة إمام زمانه لو كان مهتما بأمر إمام زمانه لرح يبحث في حديث العترة الطاهرة كي يعرف شؤون إمام زمانه وانظروا أيضا ماذا تعلم الحوزة الطوسية إنها لا تعلم شيئا مرارا وكرارا أقولها من أن الأشياء التي تدرس في الحوزة لا تنفع لا في الدين ولها في الدنيا لا للمعممين أنفسهم إلا أنهم يخدعون شيعة بهذه القدارات وإلا هم لا ينتفعون منها لو كان قد انتفع من علم لا استطاع أن يجيب هذا السائل على سؤاله بشكل صحيح واقع الحال هكذا يقول هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى الواحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا أنا سأقول بضرس قاطع وفقا لعلم لا أخذته من أبي ولا أخذته من جاري ولا من الحوزة الطوسية النجسة أخذته من العترة الطاهرة هذه كتبه كل هذه الكتب تقول من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدفن الحجة ابن الحسن ويتولى أمره هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي رتبتها بحسب تأريخ وفات مؤلف هذه الكتب هذه كتب حديثا كتب حديث العترة هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 304 الحديث العشرون حديث طويل فإذا استقر عند المؤمنين أنه الحسين الرواية مصحفة عند المؤمنين في المصادر القديمة التي نقلت عن هذا الكتاب نفسه عند المؤمنين فإذا استقر عند المؤمنين أنه الحسين في رجعته لا يشكون فيه إلى أن يقول جاء جاء الحجة الموت فيكون الذي غسله وكفنه وحنطه وإلاجه في حفرته وإلاجه وأولجه قلت من أن الرواية مصحفة وأولجه في حفرته الحسين ولا يلي الوصي إلا الوصي العياشي كان معاصرا للكلين لا نعرف تاريخ وفاته لكن من القرائن المتوفرة فإنه قد توفي قبل الكلين وهذا الكافي الجزء الثامن من الكافي الشريف طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السبعين بعد المئة إنه الحديث الخمسون بعد المئتين عن إمامنا الصادق فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي المضمون هو هو الذي جاء في تفسير العياشي هذه كتبنا الأصلية القديمة وهذا الكافي هذا مختصر البصائر مؤلفه الحسن بن سليمان من علماء القرن الثامن الهجري الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة لن أقرأ الأحاديث لأن وقت الحلقة صار طويلا وإنما أشير إلى أرقام الصفحات صفحة مية وخمسة وستين رقم الحديث مية واربعين والكلام هو هو صفحة أربعمية وستين رقم الحديث خمسمية واسبعة عش وهذا الكتاب في أصله كتاب لسعد الأشعر القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم والذي نقلت عنه الرواية قبل قليل كافها يا عين صاد فسعد الأشعر هو الذي حدثنا عن إمام زماننا تفسير كافها يا عين صاد وهو صاحب الكتاب الأصل الذي اختصره الحسن ابن سليمان تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الكلام هو هو صفحة مئتين واثمانية وسبعين من أن الحسين هو الذي يتولى أمر إمام زماننا هذا كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العامل تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستراباذي النجفي من علماء القرن العاشر الهجري لا نعرف بالدقة تأريخ وفاته الحر العامل توفي سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة للطباعة والنشر صفحة ثلاثمية وخمسة واربعين إنه الحديث الحادي عشر المضمون هو هو من أن الحسين هو الذي يتولى أمر صاحب الأمر صلوات الله عليه هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية سيد هاشم البحراني توفي سنة ألف مية وسبعة للهجرة هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة خمسمية وخمسة وثلاثين إنه الحديث السادس المضمون هو هو الحسين هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار للمؤلف نفسه للسيد هاشم البحراني وهذا هو الجزء الخامس هذه الطبعة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية الكلام هو هو صفحة أربعمية أو أربعة وعشرين فإن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن المحجة فيما نزل في القائم الحجة للمؤلف نفسه للسيد هاشم البحراني وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة مية واحد وعشرين وما بعدها الأحاديث هي هي التي تخبرنا عن أن الحسين هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن هذا الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة تسعة وخمسين إنه الحديث السادس والأربعون هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة أربعة وتسعين من الحديث الذي يبدأ في الصفحة الثالثة والتسعين رقم الحديث مية وثلاثة المضمون هو هذا الجزء الثالث من عقود المرجان في تفسير القرآن للسيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة ألف ومية واثنعش المجلسي متوفى سنة ألف ومية وإهدعش وهو أستاذ نعمة الله الجزائري وهناك من يقول من أن المجلسي توفي سنة ألف ومية وعشرة للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية الجزء الثالث من عقود المرجان في تفسير القرآن لنعمة الله الجزائري في الصفحة التاسعة والستين الكلام هو الحسين هو الذي يلي أمر الحجة بن الحسن هذا الجزء الرابع من تفسير نور الثقلين للمحدث العروسي الحويزي والطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة إنه الحديث السابع والسبعون نقلاً عن الكافي الحسين هو الذي يغسل ويكفن ويحنط ويلحد الإمام الحجة في حفرته عوالم العلوم للمحدث البحراني المتوفى بعد سنة 1112 لا نعرف تاريخ وفاته بالدقة من تلامذة المجلس أيضاً وكان زميلاً لنعمة الله الجزائري أما الحويزي كان معاصراً للمجلس الحويزي توفي سنة 1112 في السنة التي توفي فيها نعمة الله الجزائري هذا هو الجزء الرابع من عوالم الإمام المهدي موسوعة عوالم العلوم مع المستدركات العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي وهذه الطبعة طبعتها صفحة 346 الباب التسعون عنوانه باب أن الحسين عليه السلام يغسل الحجة عليه السلام وأورد العديد من الأحاديث إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 هجري قمري هذا هو الجزء الثاني والطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان صفحة 357 الكلام هو هو والحديث هو هو أن الحسين هو الذي يلي أمر الحجة بن الحسن وهذا كتاب جامع وموسوعة معروفة من كتب أيامنا هذه معجم أحاديث الإمام المهدي تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية هذا الجزء السابع الآيات المفسرة صفحة 318 الكلام هو هو من أن الحسين هو الذي يلي أمر الحجة بن الحسن فماذا يفقه هؤلاء الكلام لا يقف عند هذا الحد من المصادر هذا هو الفارق بين الذين يبلغونكم الدين بحسب دين العترة الطاهرة وبين الذين يبلغونكم الدين بحسب المذهب الطوسي النجس افتهمت افتهمت لو وآل الطوسي الحقر لا زال الحديث متواصلا لكنني اسألكم بالزهرة ثبت عندكم رشيد ازمال امكعب لولا للحديث بقية في حلقة يوم غد نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في امان الله